للمزيد من التحليل أيضاً فيما يتعلق بالمبادرة الصينية والموقف الروسي الرسمي منها ينضم إلينا الدبلوماسية السابق فيتشيزلاف ماتوزوف من موسكو أهلاً بك سيد ماتوزوف لماذا تبدي موسكو اهتماماً خاصاً بالمبادرة الصينية وفي نفس الوقت تقلل من فرص نجاحها في الوقت الراحن؟ أولاً أن الروسيا لا يمكن أن ترفض أي اقتراح الصيني على أساس أن هذا الحليف استراتيجي للصين الشعبية حليف استراتيجي لروسيا ولذلك كما تبين أن اقتراحات الصينية ليست هي بنود 12 مقبولة بعد البنود مقبولة لروسيا لأن روسيا تنظر على معارك في كييف في أوكرانيا أن هذا المعارك تستمر حتى حال النهاي لهذه المشكلة حتى تواصل إلى أهدافها معلنة من البداية العملية العسكرية هي وهذا يعني تغيير النظام الوكرايني لأن روسيا تفهم جيداً لا اسمحني سيد ماتوزوف ذهبت بالتحليل إلى نقطة أخرى سيد ماتوزوف هناك موقف روسي في نفس الوقت يرحب بالمبادرة ويرفضه من جهة أخرى ما معنى ذلك؟ روسيا ترحب من البداية العملية العسكرية كل المبادرات تركيا واليوم نحن نشاهدوا مبادرة كما أنا أفصروا هذا رأيي أنا شخصي مبادرة سعودية وزير خرجية سعودية رحياسل إلى كييف وهو كذلك يمكن أن يتقدم ماما كييف مع أفكار مع الاقتراحات ولكن أنا متشايم للغياء أن لا يمكن أن نتحاور مع كييف لأن كييف لا يمكن هذا طرف الذي لا يمكن أن يتفق معه هذا طرف غير مستقل في كييف تقول أشياء نفسه سيد ماتوزوف كييف تقول أشياء نفسه وحلفاؤها في الأطلسي والغرب يقولون بأن الصين ليس لديها المصدقية الكافية لتقديم مبادرات سلام في هذه الحالة ما الحل برأيك؟ حالة الوحيد برأيي أنا لا يوجد أي إمكانية إلا حل العسكري على الأسكري شو يعني؟ يعني أن عدد كبير من الجنود لأي طرف طرف روسي أو طرف أوكرايني ستوجد نفسه في حسار بالحسار ولذلك لكي ينقذوا أن يلجوا من المتحنة الحرب المدمرة ضد البشر سيكون هناك أحد أطراف مضطرة لواقف الاتلاكونار بلا أي شروط اليوم شروط الذي يعلن عنها زليمسكي هذا شروط ليس أوكراينية هذا شروط أمريكية الذي له المسلحة استمرار الحرب بأي ثمن وخصوصا ثمن المتحنة البشرية من جانب أوكرايني سيد ماتوزوف أنت تقول الآن قبل قليل قلت بأن الحل العسكري هو الحل الوحيد من وجود نظر روسية ثم تتهم زيلنسكي أيضا هذا ليس توجد ناظر روسية مع السلام هذا الرأي أنا وما الدليل؟ هل الدليل هو التحضير لما سمي الآن إعلاميا بمعركة الربيع يا سيد ماتوزوف؟ أنا ما أعرف طواريخ هذا بداية الهجوم بداية المجوم المعاكس هذا مرتبط مع السر المطلق لعسكر أكبرين وروس ولمكا أنا لم أسألك عن توقيت المعركة سيد ماتوزوف اسمح لي لم أسألك عن توقيت المعركة لكن بات يعرف إعلاميا الآن بأن روسيا تتحضر لهجوم مضاد في الربيع المقبل من يحمل هذه الاستراتيجية بالتأكيد لا يهمه الآن المبادرة الصينية فلماذا تقول الصين ترحب بها الصين مبدئيا؟ علاقات مع الصين جيدة كمان أنا ذكرته ولكن خطة الأسكرية اليوم يقول يتحدثون أن المهجوم المعاكس الروسي وهذا برأي شخصي تمام كذلك أن هذا هو هجوم قد بدأت أن هجوم في بخموت أفديفك في محافظة حركة في كل الاتجاهات غير اتجاه الجنوبي لذلك الحديث الإمكانية الهجوم على قتل طرق بين روسيا وقرم هذا أحلام لا يمكن أن استفادوا استغلوا كل احتيات البشرية خلال معركة بحمود دحاية دخمة في بحمود وزيلنسكي يرفض اقتراحات وزير الدفاع على أوكرايني أن ينصحب ليس وزير الدفاع قائد القوات مسالحة أوكراينية زلوجني هو يختار انسحاب فوري العلاف من الجنود أوكراينيين في الحسار اليوم في مدينة بخموت نعم سيد ماتوزف شكرا بطلب من واشنطن يستمير إسرار المعركة لحتى آخر جندي شكرا أشكرك هذا هي معزق معزق مرتبط مع موقف أمريكي أشكرك الدبلوماسي السابق من موسكو وكسلاف ماتوزف